اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا وهذه فقرتنا الاخيرة لهذه الحلقة الحقيقة زي ما نوهنا في البداية احنا هنتكلم عن طلاب جامعة 6 اكتوبر اللي اخترعوا جهاز رائع لكشف الالغام خليه اقول لكم معلومات كده سريعة ان الحرب العالمية الثانية تركت لنا في منطقة العالمين ما يقرب من حوالي 17.5 مليون لغم تحتل مساحة تزيد عن ربع مليون فدان صالحة للزراع والحرب مع اسرائيل خلفت ايضا ما يقرب من 5.5 مليون لغم في سيناء والسحراء الشرقية طبعا حسب الاحصاءات الرسمية يوجد في مصر حاليا 22 مليون لغم وطبعا ده خلاهم اكيد وكان دافع عليهم ان هما يخترعوا هذا الاختراع خلينا طبعا يعني هما يتكلموا افضل مني عن هذا الموضوع رحب بيهم دكتور محمد علي المشرف على الفريق اهلا بيك دكتور وبرحب ايضا بطالب احمد صبحي طالب كلية هندسة قسم ميكاترونيكس اهلا بيك عايزين نعرف بقى كده ايه اللي حصل لدكتور والاختراع ده عبارة عن ايه يعني عدد الفريق الدقيق هي كانت اه مسابقة من الزماء الاي تريبل اي ومؤسسة حدث كانت على ان اه زي ما حاك قدمتي كده في الاول ان منطقة العالمين فيها مشكلة الالغام مش عارفين مكانها فين اه فكان المطلوب من الطلاب ان هما يصمموا جهاز يقدر يحدد اماكن الالغام فين بحيث ان هو يقدر يعمل ماب انجلية اه يعمل خريطة الاماكن للالغام وبعد كده نبتدي نفجرها عشان نستفيد من منطقة دي طبعا كانت منطقة العالمين ايام الامبراطورية الرومانية هي كانت يعني سلت الغذاء بتاعة مصر فدلوقتي احنا مش هادرين من ساعة الحرب العالمية التانية مش هادرين نستغلها في اي شيء كويسا فالطلب اصممه ده هو الفريق في مجموعة منه بره طبعا عشان التصوير انما احمد ممكن دي يقدر يكلم هياك على اللي قدروا يعملوه بالزبط ايه احمد انت في سنة كامل الاول في السنة التانية ميكاترونيكس ميكاترونيكس طيب اه في سنة تانية طيب اه عايز اعرف بقى انت وعدادكوا قد ايه الاول الفريق اه في البداية احنا تلات فرق اه انتو تلات فرق اصلا اه اه اتنين اصعدوا في مرحلة التمانية اه واحدة اخذت المركز التاني والتاني ما حصابش نصيب بس برضو مازلنا تلات فرق زي ما احنا شغالين هنشتغل على الروبط الواحد بحيس ان احنا نعمل ننحقق مركز كويس في البرتغال طيب هو بس بينكر يعني هو هو اكتر واحد اشتغل في الروبط ده بس وقم يعني انت اكتر واحد اشتغلت في الروبط انا عايز اعرف بقى اشرح لنا ده ايه ده ده الروبط اه هو بيشتغل ازاي وبيكشف على الالغام ازاي تمام هو في البداية احنا ماشينا بمبدأ اه اني ابسط ابسط وطريقة وصول الحل اسهلها فاحنا يمكن يعني الدنيا بالنسبة لنا مش مع ادى قوي بس بس الروبط بتاعنا بيقدي الغرض اللي احنا عاوزينه تمام اه الهاي تورك موتورز اه الناقشة بتاعت الكويتش بتاعنا السنسور اه على برضو على قد الامكانيات اللي كانت معنا برضو بتادينا نعمل حاجة بحيس ان احنا يعني نقدي برضو ادى كويس بيشتغل بقى يعني كيفية اه الروبط احنا عندنا اربع مواتير المواتير بتاعها التورك عالي الرمل ليه نقشة مخصصة زي نقشة يعني لو احنا بصينا الجرارات الزراعية عشان برضو ما تغرزش ان انا في الرملة اه بيبقى الكويتش بتاعه عامل كده بيرز يعني اه عشان ما يغرز عشان ما يغرز في الرملة احنا جربنا اكتر من عجل تاني والروبوتين التانيين كان كل واحد فيه عجل مختلف برضو اه بس الحمد لله يعني ده ده العجل ده كان افضل اداء معنا اه احنا عندنا بقى هننتقل الجزء بقى بتاع الكنترول والبروجرامنج اه الكنترول احنا مستخدمين اه كيت اسمها اردوينو اه دي اوبن سورس كيت اه للديفولبرز او للناس اللي بتحب الكنترول اه ابتدين ان نستخدمها برمجناها اه عملنا الكنترول بتاعنا على المواتير قرينا الارايات من السنسورز اه الحاجات التكنيكا القوي يعني دي هو ممكن طيب خلينا بقى نشوف عمليا يعني نتخيل كده ان المكان هنا فيه الغام اه المفروض اللي يحصل مفروض الجهاز بيتحرك ازاي تمام هو الجهاز بتاعنا بتحرك الاول عن طريق اه جويستيك وعن طريق الجويستيك اللي في ايدك دي اه 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 دي اداة الكنترول اللي في ايدي انا اه اما بالنسبة للكنترول السيجنل بتوصل للربوط ازاي ففيه ميديول اسمه اه ميديول اسمه اكسي بي بيستخدم اه وسيلة كوميونيكيشن اسمه ازيك بي. اه. فعن طريق الميديول ده بنبتدي ننقل الحركة بتاعتنا للربوط. جميل. طيب. هو برضو حسب الرينج هو طبعا على قد الامكانية يعني هما. اه. لا لا يعني طبعا اكيد في المستقبل هيبقى. اه اه. يعني هو رينج بتاع وكيلو. هو بيتحرك بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. عن طريق جويستيك. اه. وبيبتدي اه طبعا لابتوب فيه قدامي الماب وبتاعي. بتقدر تحدد اه يعني اه ده بيكون اللي قدامك ده بيبقى المنطقة. اه المفروض اه شكين ان فيها مسلا الغام. اوكي. بتحرك الجهاز ده. تمام. على حسب اه على حسب ما انت عايز ان انت تشوف الالغام ما وجودة في المزاق. بختار ما صار معين واشي فيه. في كل الجوانب. مش كده. في كل الاتجاهات. وبعدين هو يعني التطوير اللي احنا هنعملو انه هما هيشاركوا في مساوة في البرتغال. اه. هيمثلوا مصر والجامعة الالمانية. يعني. قويس قوي. هيعملوا يعني اللي هنطوروا فيه ان احنا هنحط روبوت ارم يقدر يتحرك يعني من مكانه هنا يبتدي يمسح المنطقة كلها من حوالي. روبوت ارم? اه روبوت ارم. اه. اوكي. اللي يقدر يتحرك بسهولة اكتر. اه بسهولة اكتر. فهنغير يعني هنغير الشكل. هو ده كان بسيط. دم يعني البول حيك هما هما اللي عملوا كل الشغل. مم. طلبة عاملين يا جماعة الجهاز ده من الالف الاليا. اه اه جميل. طيب المفروض ان انتو هتطوروا الموضوع ده واضح ان انتو دخلتوا ايضا مسابقات اه دولية واضح ان برضو ان احنا فوزنا بجواز حلوة. فعايزين يعرف بقى الجايزة اللي انتو فوزتوا بيها ايه والمفروض ان هيتم دعموكم بعد كده ازاي? لانا عايز اتكلم على الدعم ده. يعني المهمة جيدة. هو اول حاجة في البداية اه اول حاجة اه اقدم شوك للدكتور محمد عيو والوشوانس احمد النويل والوشوانس عمر المشارفين علينا. اه اه ان الناس دي بتتعب معنا واحيانا بنشوفهم في المواقف احنا مش حابين نشوفهم عشان بيجوالنا حقنا. اه بجد بجاني. لا بس بعد كده هيفرحوا بيكو يعني مش كده دكتور. يعني دكتور محمد ازا ما كانش اه مؤمن بيك ومؤمن بقدراتكو اكيد عمرو مكان هيدنين بكل الدعمة. هم صغيرين في السن. اه. يعني لو هايك شفت المجموعة كلها دي تاني مرة يشاركوا. اه. وفي كل مرة في كل مرة بيشارفوهم بصراحة. اه عشرين. عشرين سنة اه. تمام. اه هو عملية الدعم ومن لغاية دلوقتي محدش دعمهم. يعني هم شغالين من اه يعني مفيش اي حد دعمهم خالص. هو ده هو ده اللي عايز يقوله. بس احنا ان شاء الله يعني الجامعة وعدتنا هي هتدعم الفريف في الصفر بتاعه. اه المؤسسة اللي هي منظمة المسابقة اللي هي حدث كانت اداتهم من المركز التاني عشر تلاف جنيه. تمام. اه ده عشان اه تقريبا عشان وهي حد ما كفيش بتاعتي. فهو ان شاء الله يعني الجامعة هتكمل بقى. طيب. طيب. نشوف اه اه دي ال اير تيكت اللي انتو خدته هكتوب على اه كومبريا. اه دي لها في بورتوكال. طيب. طيب. اه هل ممكن اه ان ادارة المفرقعات مثلا اللي يعني مهم جدا. اه تستفيد من الجهاز بتاع ده وتستفيد منه ازاي? وليه مفيش تواصل ما بينكم ما بينهم يعني حاجات كتيرة. هو حضر ممثل من وزارة الدفاع في المسابقة. طيب ايه? طيب اه يعني كان نرد الفعل ايه? اعتقد ان ادارة المفرقعات هتكون بحاجة شديدة لجهاز زي ده? اه احنا يعني هو الجهاز ان شاء الله مش هتوقف مسلا على ادارة المفرقعات بها لان احنا دايما احنا كنا نويين من بتاعت ما دخلنا الجامعة ان اي حاجة احنا بنعملها تفضل اوبن سورس. اوبن سورس دي من اي حد يستفيد دي. يا فندم معلش انا بتكلم على ادارة المفرقعات بوزارة الدخلية. بوزارة الدخلية. اللي حضر من اه. احنا. من قوات المسلحة. من قوات المسلحة. انا بكلم على وزارة الدخلية. هكمل الحضرات. اه. احنا بتاعتنا وكنترول بتاعنا. او دزاين بحاله. التصميم بحاله بتاعنا موجود اي حد ممكن يفيد به البلد ياته. مم. يعني انتم عاملين المشروع عشان تفيده البلد بس. بس احنا ما كانش هدفنا اي حاجة يعني. بتاع احلام المشروع ده يبقى اي يا احمد? اه باتمنى ان يكون فيه وان احنا يعني. خط انتاج. اه. اه خط انتاج بحس ان احنا يعني البلد ما يكونش فيها الغام. بس مش اكتر ولا اقل. هو تكلفته بالشكل ده حوالي الفين وخمسمائة جنيه. اه. ممكن حتى الفين وخمسمائة ده بعد ما هما يعني فيه حاجات اتحرقت مننا كتير. تمام. فهو يعني لو هيتعامل اه على تصميم احسن مش هيكلف كتير زي ما بيبعت جب من بره. يعني فهو يعني احنا عندنا. نا بيبعت جب من بره ايه? يعني احنا بعد اللي شايفينه ده مش المفروض ان احنا نبقى ديه بقى كايزة من بره. ما ينفعش. يعني هرجو طبعا ان احنا يعني نستفيد منهم على قد منادر دكتور محمد في النهاية بتحلم لهذا الفريق بايه? انا شايف ان هما ما شاء الله مبشرين يعني. لهم ان شاء الله انا متوقع لهم ان هما يعني هيخدوا هيخدوا مركز كويس ان شاء الله بره. بازن الله. ان شاء الله. والمستقبل بقى. لهم هيبون هنسين ممتازين بساعة. ويقدروا طبعا ان هما يفيدوا البلد. احنا برضو زي ما قلنا في اه مرحلة بناء. ودي خطوة مهمة جدا في البناء. يعني برضو هنوصل تاني لتعاون المواطنين خصوصا الشباب اه مع اه بزارة الداخلية علشان نقضي على اه الالغام اللي موجودة في مصر قصارة الارض دي كلها. اه تقدر يعني نقدر نستفيد منها اكتر من احنا نفضل بس قاعدين على بعد كبير منها وخايفين منها. انا في النهاية بشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد شمودة. شكرا. دكتور اه محمد علي شكرا لك شكرا جزيلا. اه شكرا اه شكرا لك شكرا جزيلا يا حبي. شكرا. اه مشاهدين الى هنا انتهت اه فقرتنا الاخيرة لهذه الحلقة وانتهتها حلقتنا من صباح دريم غدا ان شاء الله القاكم في تمام العاشرة صباحا فكونوا على موعد سلام.